موسيقى موسيقى أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لنا وقفة نناقش اليوم المشهد الليبي واستمرار الجمود السياسي وتأثيره في الانتخابات التشريعية والرئاسية وتداعيات الوضع الحالي على الليبيين في ظل عدم اعتماد البرلمان للميزانية التي تسمح للحكومة المؤقتة بالعمل ودور الأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا الصراع موسيقى 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 اشتركوا في القناة في ظل التعنت الواضح من قبل بعض المعرقلين للمسار السياسي هل تعود ليبيا إلى المربع الأول مرة أخرى؟ ما السبل الممكن لمنع انفجار الأوضاع التي يراها مراقبون هشة ومرشحة للتدهور في أي لحظة؟ ما تداعيات الوضع الحالي على المشهد الليبي والليبيين في ظل عدم اعتماد البرلمان للميزانية؟ وما أسباب ذلك؟ وهل يوجد ارتباط بين اعتماد البرلمان للميزانية والأزمة السياسية المتواصلة؟ وما المطلوب من القوى السياسية للتوصل إلى اتفاق ينهي تلك الخلافات؟ وما دور المجتمع الدولي في تدليل هذه العقبات لتحقيق توافق ينهي الأزمة الليبية؟ ما دور مجلس الأمن والأمم المتحدة في الصراع الحالي؟ وهل يمكن أن يفعل مجلس الأمن العقوبات ضد من يعرقلون الحياة السياسية؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها مع ضيوفي في الستوديو الباحث السياسي والمستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة صلاح البكوش ومن طرابلس عضو المجلس الأعلى للدولة وعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي بجينيف عبدالقادر الحوالي كما نرحب بضيفنا من لندن عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي عبدالله الكبير نبدأ النقاش مباشرة بعد التقرير جمود سياسي يشهده الملف الليبي حال دون التوصل إلى قاعدة دستورية تجري على أساسها انتخابات ديسمبر المقبلة وفي ظل أوضاع هشة يبقى الوصول إلى إطار قانوني توفقي مرهونا بخلاف الأعضاء الخمسة والسبعين بملتقى الحوار السياسي الليبي إلى جانب تغليب المصالح المؤسسية والسياسية والفردية حسب وصف البعثة الأممية بليبيا ومع استمرار تلك الخلافة تتصاعد للكثير من التخوفات لدى الحكومة الانتقالية التي شددت على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وتعت المجتمع الدولي إلى تفعيل العقوبات ضد المحارضين والمعرقلين في الداخل والخارج وتعمير غابات الليبيين والمساهمة في إخراج المرتزقة من كافة أرجاء البلاد الليبيون يخشون غلوش أيضا القتل والمجرمين وعلى رأسهم حفتر أو المتهمين بجرائم بشعة كما هو الحال في ابن القدافي وأيضا من الناحية الفعلية الثانية الليبيا تحتاج إلى هدوءا واستقرارا ومساعدة فعلية من قبل المجتمع الدولي نحن نتكلم على مجتمع لم يرى الليبيون منه إلا مجرد وعود ومن بين العقبات التي تواجهها السلطة التنفيذية الجديدة تبرز مماطلة البرلمان وفشله في اعتماد الميزانية العامة حيث اعتبر مراقبنا أن أعضاء موالين للمتمرد حفتر يستخدمونها ورقة ضغط لتخصيص ميزانية خاصة لحفتر إضافة إلى ضرورة تسمية وزير للدفاع من ميليشياته ويبقى المتضرر من المشهد الحالي المواطن الليبي في الوضع الاقتصادي المتردي اليوم يظهر عقيل صالح مع خليفة حفتر ويبرز السبب الحقيقي لعدم اعتماد الميزانية حتى الآن وهو ميزانية خاصة لخليفة حفتر وميليشياته وتعيين اسم لوزارة الدفاع أكثر من مئة يوم مرت على تسلم حكومة البيبا مهامها وفقا لخارضة طريق المتفق عليها إلى أنها لم تنجح في توحد سوى 80% من مؤسسات الدولة في ظل تعانوتي المتمرد خليفة حفتر وميليشياته خاصة وأنهم أزالوا يمنعون الحكومة من مزاولة أعمالها في كبرى المدن الشرقية بنغازي بسبب عدم تحقيق مصالحهم المتعارضة مع بنود الاتفاق السياسي يتخوف الليبيون من انهيار الاستقرار نوعي الذي تشهده البلاد منذ أشهر وخاصة أن البعثة الأمامية حذرت من وقوع انتكاسة من شأنها هدم اتفاق وقف إطلاق النار والعودة إلى نقطة البداية زياد الحجاجي تي أرتي عربي ترابلس أبدأ النقاش مباشرة مع ضيفي في الستوديو الأستاذ صلاح البكوش صلاح عدم القدرة على إقرار موازنة عامة للدولة الليبية يبدو قمة الجبل الجليدي الذي يخفي تحته انقساما سياسيا ربما بشكل أكبر يتجاوز الصعوبات التقنية في هذه المسألة بالتحديد كيف ينعكس هذا الخلاف على المشهد السياسي عموما في ليبيا؟ وفي تصوري أن الخلاف على الميزانية ليس سوى أحد الأعراض لاختلاف كبير بين الأطراف وصراع مستمر الآن منذ عشر سنوات على التحكم في موارد الدولة والصراع الآن على الميزانية هو أحد الأعراض كما نرى الصراع على السلطة التنفيذية كان كذلك والصراع الآن على الانتخابات هو من هذا الصنف ولكن أعتقد أن الأمور أصبحت أوضح الآن هناك معسكر خليفة حفتر وعقيلة صالح عقيلة صالح لا يريد انتخابات لا يريد صرف الميزانية ولا يريد استفتاع الدستور يريد المحافظة على الوضع الراهن لأنه إن انتهى هذا الوضع سوف لن يكون هناك أي دور لعقيلة صالح وبالتالي سيتأثر أيضا خليفة حفتر الذي يستخدم عقيلة صالح ومجلس النواب كغطاء شرعي لتواجده هذه النقطة بحجر التوقف عنده سيد صالح هل يكتفي هذا الفريق في البرلمان بالإبقاء على الوضع الراهن أم أن هناك مكاسب ربما يراد تحقيقها من خلال لعب ورقة الموازنة في مقابل الحصول على شروط ربما أكثر ملاءمة لبعض الأطراف في القاعدة الدستورية اللي كتبنا عليها انتخابات بكل تأكيد ولكن هذه الشروط تتمتع بسيولة هائلة تتغير من وقت لوقت فمثلا على سبيل المثال منذ أسابية كانت الشروط هي أن يحدث توافق على المناصب السيادية ما يريد أن يقوم به عقيلة صالح هو الحصول على فرصة لتسمية محافظة المصرف المركزي وبالتالي يتحكم في تشريع المال وفي صرف المال الآن تغيرت وأضاف لها أنه يجب على الحكومة أن تعطي حصة من المال لخليفة حفتر ليتصرف فيها كما يشاء وهذه الآن عقدة أخرى من خلال ما يتحدث عنه ويتم الحديث عنه من الإنفاق على المؤسسة العسكرية هذا هو المقصود للإنفاق على ما يسميه هو بالجيش هناك ميزانية لوزارة الدفاعة تضعي حوالي 3.5 مليار يعني خاصة في بند المرتبات يعني تغطي مرتبات ما يقارب أكثر من 150 ألف عسكري الآن ومنذ 2011 الثورة العسكريين الذين مع حفتر يتلقون مرتباتهم من طرابلس ولم تتوقف أبدا ولكنه يريد مخصصات لكي يصرف منها كما يشاء على نفسه وعائلته وأقاربه وحاشيته الخاصة به بما أن هذه الجزئية هي عقبة آنية الآن تواجه الحكومة الليبية هل من سبيل تجاوزها ربما كما وقع سابقا من إقرار موازنات شهرية الأمر الذي فعله هو سيد خالد المشري خلال فترة من الزمن لم يكن هناك إقرار لموازنة عامة نعم ما حدث على سبيل المثال مع السيد السرائج هو أن القانون الليبي قانون الماء الليبي يسمح للحكومة في حال عدم إقرار الميزانية بالصرف طبقا لميزانية العامة الذي سبقها وهذا ما قد يحدث الآن وهناك تعاون كبير بين حكومة سيدة بيبة ومحافظ المصرف المركزي ورئيس ديوان المحاسبة كما أنها أعتقد أن الولايات المتحدة وبريطانيا أيضا متفاهمين لهذا الوضع ويشجعونه على المضي قدما في العمل بهذه الطريقة وعدم الاكتراض بمجلس النواب نعم أنتقل إليك سيدة عبدالقادر الحويلي ضيفي من طرابلس الآثار المباشرة التي ينتجها المشهد الحالي على قدرة الحكومة على العبور بليبيا نحو ديسمبر المقبل الموعد المنتظر للانتخابات الآثار مباشرة واضح أنه لن تكون بالوضعية الحالية التي نستمر بها الآن لن تكون هناك انتخابات في 24 ديسمبر لعدة أسباب السبب الأول عدم توحيد المؤسسة العسكرية هذا سبب مهم جدا عدم سيطرة الحكومة على الأراضي الليبية يعني تقدر تقول 70% من الأراضي الليبية تحت المتمرد حفترس والجنوب الغربي أو الشرق الليبي أيضا عدم صرف الميزانية للحكومة لكي تعمل بجدية عدم إنهاء الإطار الدستوري للعملية الانتخابية والتي تتحمل جزء كبير منها بعث الأمم المتحدة للدعم تتحمل جزء كبير منها وتأخر الحل في هذه المسألة ممكن نفصل فيه أشياء أخرى في بقية الحلقة ولكن هذه الأسباب ستؤثر سلبا على موعد الانتخابات ولن تكون هناك انتخابات 24 ديسمبر بناء على هذه المقدمات كيف تنعكس هذه الظروف على الشارع الليبي وعلى قدرة هذا الشارع في التأثير في القرارات السياسية أو المسار السياسي على وجه العموم الشارع الليبي منقسم على نفسه يعني الشارع الليبي طبعا الباب الأول من الميزانية مصروف بحكم القانون الدولة الحكومة تصرف وفي المرتبات يعني الشعب الليبي حتى هذه اللحظة لا يوجد تأثير قوي عليه ولكن هناك تأثير على عمل حكومة على الخدمات التي تقدمها الحكومة في الباب الثاني وهي الميزانية التسيرية التي لم تصرف فكل المؤسسات ستتعرقل ولا تستطيع أن تؤدي خدمات للمواطن هذه المشكلة المعيشة الشخصية للإنسان الليبي قائمة ولكن الجانب الصحي الجانب التعليمي المواصلات النقل الاتصالات كل هذه تتأثير سلبا لأن الباب الثاني من ميزانية غير مصروف الباب التنمية معطل من مدة الباب الرابع الحكومة تصرف منها وهو الباب خاص بالدعم السلعي والدعم المحروقات والمواطن حاليا مستمر عملية الباب الأول والباب الرابع فلن تكون هناك تأثيرات قوية على المواطن لذلك لا نرى لن يكون هناك ردة فعل قوية من المواطن على هذا الجانب نعم جملة هذه التعارضات السياسية التي ربما تتمظهر في بعض المظاهر منها عدم قدرة البرلمان على إقرار موازنة يطرح السؤال الكبير هل يمكن للمشهد الليبي اليوم أن يعود إلى المربع الأول كما يرى بعض المحللين والمراقبين وأن ينفجر الوضع الذي هو هش كما يصفونه السؤال إذا كان السؤال يناضب عندنا الوضع الحمد لله بالنسبة لبعث الأمم المتحدة لم تنجح أي نجاح أخفقت في كل المسائل العملية الوحيدة التي نجح فيها الشعب الليبي هو وقف القتال ليس بسبب بعث الأمم المتحدة بإنما بسبب الدعم الذي تحصلت عليه حكومة الوفاق الوطني في ذلك الوقت من دولة تركيا الصديقة وستطاعة أن تقدم نصرا قويا لم يستثمر لم تستثمر حكومة الوفاق الوطني هذا الانتصار بصورة صحيحة أيضا لم تستثمر حكومة الوفاق الانتصار الذي حققه توار في السيطرة على غريان هذا عدم الاستثمار هو الذي وضع الأمر على ما هو عليه لو أن حكومة الوفاق في ذلك الوقت عندما انهزمت وانكسرت قوات حفتر واستطاعت السيطرة على المناطق الشرقية حتى مدينة إجدابيا لم يكن الظروف تكون أفضل ولكن حاليا التبات وعدم وجود إشكالية ولن تكون هناك عملية حرب تانية على ما أعتقد حسب تحليلي أنا الشخصي لن تكون هناك حرب تانية بحكم توازن القوى وأن الوضع سيستمر على ما هو عليه بالوضعية الحالية التي نراها الآن لن تكون هناك انتخابات لن تكون هناك حكومة واحدة لن تكون هذا الذي أراه أما أن تكون هناك حرب لا أعتقد أن ستكون هناك حرب قادمة نعم أنتقل إليك ضيفي من لندن الأستاذ عبدالله الكبير سلام الله جلسة مجلس الأمن الأخيرة بشأن ليبيا سلطت ضد الضوء على واقعين واقع ميداني بعدم تمكين قوات المتمرد خليفة حفتر الحكومة من بس سيطرتها على الأرض وواقع سياسي بمحاولة بعض الأطراف فرض شروط مسبقة على القاعدة الدستورية تتيح للعسكريين الترشح للانتخابات وفي قاضية الرؤية ما المسار الذي يمكن أن تسلكه المنظمة الدولية في هذا الملف نعم تحية طيبة لك ولي الضيوف ولي السادة المشاهدين في الواقع حاطت سيد كوبيتش المغلوط الأممي لليبيا الحقيقة أنها كانت واقعية تماما ونخصت كل المشاكل التي تعاني منها ليبيا والتي ستساهم في عرقلة المسار الانتخابي وستعرق الخارطة الطريق أولها طبعا وأكثرها أهمية هو موقف البرلمان من منح الميزانية للحكومة وهذه الميزانية التي يفترض أن جزءا منها سيمول المفوضية العليا للانتخابات التي تشرع الآن في الإعداد للإشراف على هذه الانتخابات هذه الميزانية يعطلها فصيل في البرلمان لا أقول البرلمان كله ولكن طرف سياسي يهيمن على البرلمان وهذا الطرف موالي لخليفة حفتر أو هو خاضع لإملاءات وشروط خليفة حفتر الجانب الآخر وأشار له كوبيتش أيضا هو أن قوات حفتر تمنع السلطة الجديدة أو حكومة الوحدة الوطنية من بسط سيطرتها على مناطق النفوذ التي يسيطر عليها حفتر فكيف يمكن إجراء انتخابات وهذه المناطق لا تسيطر عليها الحكومة ليس بوسعها أن تؤمن مراكز الانتخاب ومن تم يستطيع حفتر بحكم سيطرته وبحكم الميليشيات التي تتبعه أن يمنع الناس من الوصول إلى هذه المراكز الانتخابية يمنع المرشحين إذا لم يكونوا موالين له من تنفيذ أي دعايات أو وصول إلى الناس ومحاولة إقناعهم بانتخابه هذه معوطات حقيقية بهذه الطريقة يمكن أن يعرق الحفتر لوجستيا يمكن أن يعرق الانتخابات ولكن نحن أصلا نقف عند نقطة سابقة على هذا وهي إقرار القاعدة الدستورية التي ستجري بمجبها الانتخابات أريد أنتقل معك أستاذ عبد الله إلى الحديث عن حديث سيدة بيبة عن دعوة أعضاء مجلس الأمن لتفعيل العقوبات على من سماهم بالمعارقلين العملية السياسية حظوظ هذه الدعوة والأليات التي يمكن من خلالها أن تنفذ نعم أود أن أوضح نقطة هنا بخصوص ترشح العسكريين للانتخابات يعتقد الكثيرون أن حفتر يريد أن يفرض هذا الشرط لكي يسمح له بالترشح أنا أستطيع أن أؤكد أن حفتر لا يريد انتخابات مطلقا إلا إذا كانت على طريقة الانتخابات التي تعرفها المنطقة العربية منذ عقود وهي أن يكون فيها مرشح واحد وإذا كان هناك مرشحون آخرون فهم مجرد كومبرز وأن تكون النسبة معروفة سلفا وهي 98 أو 99.9% للمرشح الأوحد انتخابات مزورة يفوز فيها حفتر نعم سيترشح لها وسيدعمها بقوة أما انتخابات مشكوط في نتائجها وأن يدخل كأنه مثله مثل أي مرشح آخر فهذه لا يريدها حفتر وهو الآن يتوجه إلى عرقلة هذه الانتخابات باستخدام عدد صالح وباستخدام الواجهة السياسية التي يعتمد عليها هنا في مشروعه أما بالنسبة لموضوع العقوبات هدد المجتمع الدولي مرارا بموضوع العقوبات وأنا أجزم بأن هذه العقوبات حتى لو نفذها حتى لو أنجزها المجتمع الدولي وعده وأوقع هذه العقوبات على من سماهم بالمعرقلين فسوف لم تثنيهم عن العرقلة تغربنا هذه العقوبات ورأيناها تتلخص في المنع من الصفر وفي حجز الإرادات هذا لا يعني حفتر في شيء حفتر يريد منقاد رقبته من المشنقة هذه الفكرة أصبحت واضحة أنا أعتذر منك يواجه الآن العدالة في أمريكا نعم أعتذر منك أستاذ عبدالله للمقاطعة لضيق الوقت أعود إليك أستاذ صلاح مع عدم الاتفاق على القاعدة الدستورية وعدم وجود قدرة على إقرار موازنة وكما تفضل الأستاذ عبدالقادر وأيضا الأستاذ عبدالله من أن إجراء الانتخابات سيكون متعذرا كيف يمكن للأشهر القادمة حتى ديسمبر أن يكون شكلها باختصار لو سمحت أنا أعتقد أنه ربما من نوع من الاستعجال أن نقول بأن الانتخابات سوف لن تحدث أعتقد أنه لازالت هناك فرصة وهناك أحاديث الآن داخل ملتقى الحوار السياسي للتوصل إلى حل وسط ربما هو الذهاب إلى انتخابات تشريعية فقط وليس انتخابات رئاسية وخاصة أن لا يمكن الآن التعامل مع الاقتراح الذي قدمه مجلس الدولة وأعضاء آخرين من مجلس النواب بإجراء استفتاء يتبعه انتخابات فأعتقد أنه لازالت هناك فرصة ولكن هذه الفرصة تعتمد على تغيير السيد كوبيتش للطريقة التي يتعامل بها مع الحدث والتي أثبت في خطابه في بيانه أمام مجلس الأمن بأن الرجل ليست لديه إلمام كامل بالحقائق وليست لديه إلمام كامل بديناميكيات العمل في ليبيا يعني على سبيل المثال المادة أربعة من خارط الطريق تقول بأن لدى مجلس الدولة ومجلس النواب ستين يوما للخروج بقاعدة دستورية أنتهت تلك ستين يوما في 21 فبراير الماضي استمر السيد كوبيتش في انتظار مجلس الدولة ومجلس النواب ليأتي أربعة أيام قبل أن يأتي موعد نهاية آخر من هيئة الانتخابات لكي يطلب من ملتقى الحوار السياسي أن يخلج بقاعدة دستورية في ثلاثة أيام فعلى هذا الأساس أنا في تصوري أن لازال هناك فرصة لإجراء انتخابات تشريعية وليس هناك منظر لأن هذا الوضع الذي نحن فيه لا يمكن الاستمرار فيه نعم أنتقل إليك أستاذ عبدالقادر الحويلي ما المطلوب من الفرقاء السياسيين باختصار خلال الأشهر المقبلة حتى ديسمبر أول المطلوب هو أسرع أنجع الحلول حاليا السريعة هو أن يتفق مجلس الدولة ومجلس النواب على اعتماد مشروع دستور قاعدة دستورية هذا أسرع الحلول وأسرعها أو اعتماد مخراجات الغردقة المشكلة أن مجلس النواب مجلس الدولة ومجلس النواب اجتمع في الغردقة وأقر قبل انتهاء المدة ستين يوم أقر قاعدة دستورية وأقر الاستفتاء على الدستور في حالة عدم إنجاز الاستفتاء على الدستور ولم يجز نتج إلى قاعدة دستورية وأقر قاعدة دستورية من سبع وستين مادة لكن للأسف أن مجلس النواب لم يناقشها ولم يطرحها حتى في جدول أعمالي مجلس الدولة أقرها وبعث رسالة إلى الأمم المتحدة لو أن مجلس النواب يعتمد هذا يكون هناك حل سريع ونستطيع أن نجلس انتخابات ولو تشريعية كما يقول ضيفك صلاح من أسطنبول أيضا للجوزية الأخرى أن الحقيقة أن التوافق على قاعدة دستورية حاليا ملتقى الحوار السياسي لا أعتقد أنه جاهز وأنه سيتفق على قاعدة دستورية لأن هناك ثلاث مقترحات قدمت للملتقى الحوار السياسي وللأسف البعتة لم تقم حتى بالتصويت عليها لاتخار القرار يعني لو أن البعتة كانت جادة في حل هذه المسألة التصويت وأي شيء يتفق عليه اللي بين سواء دستور استفتاع الدستور قاعدة دستورية انتخابات برلمانية قاعدة دستورية بانتخابات بدون مشروط طبعا مجموعة حفتر دافعة بقاعدة دستورية بدون شروط وهذا مرفوض من الأغلبية وهناك مجموعة أخرى دافعة بانتخابات برلمانية والتأذير وهناك مجموعة أخرى دافعة باستفتاء وقاعدة دستورية فالبعتة لم تحسم أمرها في هذا المسار ولم تعطي فرصة لمنتقى الحوار السياسي أن يخرج بقرار ولو بالتصويت على طريقة الديمقراطية العالمية نعم أنتقل إليك أستاذ عبدالله الكبير وباختصار شديد التداعيات الإقليمية لانهيار المسار السياسي الحالي نعم هناك تلميحات تأتي الآن من شرق ليبيا بداية من الاجتماع الأخير بين عديلة صالح وخليفة حفتر ثم الظهور التلفزيوني لعضو مجلس النواب أحد أعضاء مجلس النواب المؤيدين لحفتر تلميحات قوية بأنهم بصدد تشكيل حكومة موازية في الشرق بدريعة أن حكومة البيبة فشلت في أن تكون متوازنة بين الأقاليم الثلاثة ومن ثم ربما نعود إلى الوضع الذي كنا عليه زمن حكومة الوفاء كنت أعتقد أن المجتمع الدولي ربما يفرط قاعدة دستورية إذا أتعنت البرلمان وفشله في التوافق مع المجلس الأعلى للدولة وكذلك إخفاء ملتقى الحوار السياسي في إنتاج هذه القاعدة الدستورية لكن اليوم التغريدة التي نشرها السفير الأمريكي والتي يخدو وكأنه يترجى فيها المجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بانتهازها للفرصة التاريخية وإنتاج القاعدة الدستورية يعني أن المجتمع الدولي ربما لا يدعم بعثة الأمم المتحدة في فرض القاعدة الدستورية أرجح أن تستمر الأوضاع كما هي عليك أشكرك جزيلا شكر الأستاذ أهدو الله الكبير الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من لندن وأشكر ضيفي من طرابل أستاذ أبو القادر الحوالي عضو المجلس الأعلى للدولة وعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي في جينيف وضيفي هنا في الستوديو الأستاذ صلاح البكوش الباحث السياسي والمستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة أشكركم جميعا على مشاركتكم معنا في هذه الحلقة أشكر مصول لكم مشاهدين الكرام أحسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة